تستمر الاعتصامات لأكثر من 120 يوما الاعتصامات التي كان من الممكن أن تنتهي منذ أسبوعها الأول من وقت انطلاقها لو استجيبت مطالب المتظاهرين التي لم تلقى أذانا صاغية المتظاهرون من جانبهم أكدوا على أن الحراك الشعبي هذا سينتهي حينما تكون هناك حكومة منبثقة من إرادة الشعب الحقيقية لا غير هل 120 يوم لحد اليوم ما حد استمع عنا ولا أحد استجاب المطالب وكلها تسويف وتأخير ونتائج إيجابية ماكوا الظاهر صوتنا ما ديوصلهم الظاهر الكلام اللي دي نحكي بلغة تختلف عن لغة اللي يسمعوها هم فلذلك 120 يوم لا تعني شيء بالنسبة لللي يأتي بعدها لأن نحن مستمرين إلى أن يسمعونا ولأن نحققون مطالبنا الأساسية في أنه الشعب هو اللي يحكم الدولة إن سوع الإدارة وعدم الولوج إلى تفكيك الأزمات والاكتفاء فقط بمشاهدتها تنمو وتتعظم داخل أروقة المؤسسات الحكومية كان سبب في جر البلاد إلى دوامة الإنهاك والضعف العام في المفاصل كافة وبحسب مختصين لو أن ذوي شين باشروا بمعالجة المشكلات الصغيرة لكان الحال أفضل للجميع نيزان العدالة والمساوى يعتمد على الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات فقدها المسؤول قبل المواطن اليوم إذا نجي ننظر للأمور اللي يحل الأمور والمواطن من يحتاج يوقع بمشكلة لازم أكون مسؤول عنده قواعد وعنده بيانات يذللل هذه المشكلة ليس يعظمها مسألة التعظيم جدا سهلة واليوم إذا كبرت فلازم هناك مصالح هذه المصالح انفضحت الضغوط النفسية التي يمر بها الشاب العراقي الذي يواجه مستقبلا مجهولا من جهة ولا مبالاة من السلطات السياسية الحاكمة لمصيره من جهة أخرى والدى نوعا من القوى التي دفعته لتفعيل حراك شعبي استمر طيلة هذه المدة وما زال مستمرا عدم تلبية مطالب المتظاهرين هو السبب الأكبر لاستمرار الحراك الشعبي في ساحات الاعتصام والذي زاد الأمر تعقيدا هو الوعود التي تكررت بالاستجابة ولم يتحقق منها شيء من بغداد محمد فراس قناة التغيير قناة التغيير